لم يمهل المجلس الانتقالي وقوات المحرم معين عبد الملك طويلا في عدن بل سارع لترهيبه واقتحام مقر إقامته ليلا في قصر معاشق بالعاصمة المؤقتة يوما فقط بين عودة معين عبد الملك إلى عدن وبين استهدافه من قبل قوات تابعة للقيادي عبد الرحمن المحرم المعروف بأبو زرعة الذي يشغل منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب منصبه نائبا لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وحتى اللحظة ليس ثمت تفصيل رسمي لما حدث إلا أن الحصار الذي فرضته قوات المحرم بطواطئ ومشاركة من قوات العاصفة التي كلفت بحراسة قصر معاشق يؤكد أن معين عبد الملك وحكومته غير آمنين ويقبعون تحت رحمة الفصائل المدعومة إماراتيا معلومات غير رسمية أشارت إلى أن الاقتحام والتوتر الذي شاهده قصر معاشق جاء في أعقاب رفض رئيس الحكومة تمرير صفقات تجارية لصالح رجال أعمال محسوبين على عضو مجلس القيادة عضو المجلس الانتقالي عبد الرحمن المحرمي رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وجه وزير الدفاع رئيس اللجنة الأملية بالوقوف على ملابسات ما حدث في قصر المعاشق والرفع بالنتائج واصفا الواقعة بأنها تصرف فردي من قبل بعض عناصر الحراسة وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتبسيط ما حدث وليس هذا هو الاحتكاك الأول بين رئيس الحكومة وعضو مجلس القيادة المحرمي بل سبق أن اتهم الأخير معين عبد الملك بالفساد والاستيلاء على قرابة 45 مليون دولار شهريا كما وصفه بأنه يفتقر للحس الوطني هذا هو المشهد إذن في عدن لا صوت يعلو فيها فوق صوت الفصائل المسلحة ويبدو أن توجيهات مجلس القيادة بعودة المسؤولين حكم عليها بالفشل فما حدث تأكيد على أن الحكومة ووزراءها ووكلاءها غير مرحب بهم في عاصمة البلاد المؤقتة